المشكلة دي زي ما قلت منتشرة في العالم كله يعني انشار المخدرات مش مقصور على مجتمعات معينة دول معينة ولا حتى على طبقات اجتماعية بعينها يعني منتشرة في كل الطبقات وبلدنا الحقيقة مصر بتحاول من زمان جدا يعني أنا عايز أقول لكم الحكاية دي يعني من زمان جدا والدولة المصرية بتكافح المشكلة الخطيرة دي يعني أول مكتب لمكافحة المخدرات في مصر بدأ عمله سنة 1928 يعني من زمان أوي ومصر بتحاول أنها تجابه أو تواجه هذه المشكلة غير صدور مثلا قانون المخدرات عام 1989 نرجع تاني لطرق الوقاية بتتلقص في ثلاث محطات المحطة الأولى هي الوقاية من الدرجة الأولى واللي بتهدف لمنع وقوع الإصابات أصلا وده من خلال تحديد الجماعات المستهدفة أو الهشة واستخدام الأساليب التربوية غير المباشرة في المناهج التعليمية والتوسع في العناية المبكرة بالحالات تحت الإكلينيكية يعني دي نقطة مهمة برضو أما المحطة التانية في الوقاية فهي الوقاية بنسميها الوقاية من الدرجة التانية والمقصود بها التدخل العلاجي المبكر اللي ممكن يحمي من التمادي في التعاطي والوصول لدرجة الإدمان يعني وما يتبعه بقى وما يتبع الإدمان ده من مشاكل لسه متكلمين عنه يبقى فيه بقى اهتمام بالعلاج هنا قوي في المرحلة دي العلاج هنا المبكر بيفرق جدا وطبعا الاعتماد هنا بيكون على ملاحظة التغيرات السلوكية أو الصحية اللي بتصيب المتعاطي أما الوقاية من الدرجة التالتة فهي الاهتمام بالمصحات والمستشفيات ويكون فيه خطط علاجية الدولة بتعملها لوقف المزيد من التدهور المحتمل للمضاعفات العضوية والنفسية المترتبة على الإدمان بما في ذلك مش بس بقى العلاج الطبي إعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة التأهيل المهني عشان كده فيه يحكى أنه النهاردة وأنا بشتغل على المادة الخاصة بهذه الحلقة كنت حريص جدا أن احنا كفريق عمل نقدم لحضراتكم معلومات عن الأماكن الخاصة بعلاج الإدمان في مصر في مصر فيه حوالي 22 مستشفى لعلاج الإدمان بالمجان أنا بتكلم على الأماكن الحكومية المجانية اللي بتقدم العلاج بالكامل زيها زي المصحات أو المستشفىات الخاصة يعني المستشفىات الخاصة كتير أوي أنا بتكلم هنا عن علاج الإدمان بالمجان فيه مختلف المحافظات مش بس كده وبسرية تمة ودي نقطة مهمة جدا الشخص المتعاطي ممكن يكون فيه حد غلط يا ما ناس بتغلط ويا ما ناس بتضعف ويا ما ناس بتعدي عليها مراحل في حياتها ما بتكونش إرادتها بالقوة اللي تسمح لها بحماية نفسها حتى فده لازم يلاقي السرية لأنه هنا الكشف عن شخصية المتعاطي والتعامل معاه على أنه ده متعاطي والكلام ده كله ده بيحبط جدا وممكن يخليه خاف أنه يتعالج عشان كده أنا بأؤكد أن المستشفىات أن فيه بند أصلا فيه بنود علاج الإدمان في استراتيجية علاج الإدمان بشكل عام سواء في المستشفىات العامة أو المستشفىات الخاصة لابد من الحفاظ على السرية التامة للمريض كل المطلوب من الشخص اللي عايز يتعالج أو حد من أفراد عيلته أنه يتصل فيه خط ساخن لعلاج الإدمان الرقم بتاعه 163 أو 16-0-23 هولو ثاني 16-0-23 ده رقم ساخن يطلب المساعدة يتصل على الرقم ده ويطلب المساعدة مراكز علاج الإدمان بالإضافة للخدمات الطبية بتقدم كمان خدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وده الحقيقة جهد مشكور فعلا من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة فروع وعنوين مراكز علاج الإدمان بالمجانة على فكرة اللي أنا هقوله دلوقتي ده دي نشرة أعلنتها وزارة التضامن يعني بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة وهي المسؤولة على فكرة عن الخط الساخن يعني فيه تنسيق هنا كامل ما بين وزارة صحة ووزارة التضامن أنا دلوقتي بقى عايز أقول للحضراتكم على أماكن علاج الإدمان زي ما قلنا بالمجان وبسرية تامة هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بمحافظة الجيزة مستشفى قصر العيني أيام الحد والثلاث والأربع أنا بقول لكم بالأيامة مستشفىات بقى الموجودة في محافظة القاهرة إيه؟ مستشفى قوات المسلحة في المعادي اللي هي بجوار المحكمة الدستورية أيام الاثنين والأربع ده للرجال ويوم الثلاث للسيدات مستشفى العباسية للصحة النفسية وناس كثيرة قوي فاكرة إن مستشفى العباسية الشهيرة اللي موجودة يعني مدخلها في شارع صلاح سالم فاكرين إنها يعني مكان لإيداع المرضى فقط هذا المكان فيه خدمات طبية لا تخطر لكم على بال فيه خدمات للأطفال إحنا قدمنا في يحكى أن عن مكان هناك اسمه بيت الشمس بخاص بعلاج الأطفال اللي عندهم توحد مثلا وصعوبات تعلم فيه هناك مركز كمان لعلاج المراهقين حاجات يعني مهمة جدا جدا لكنهم طبعا كمكان برضو للأسف ما عندهمش ميزانيات للدعاية عن الخدمات اللي بيقدموها فده دورنا إن إحنا نشاور لحضراتكم على الأماكن دي مستشفى العباسية للصحة النفسية مستشفى العباسية فيها مراكز لعلاج الإدمان بتشتغل كل أيام الأسبوع معدى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء مخصص برضو للسيدات فيه كمان في محافظة القاهرة مستشفى حلوان للصحة النفسية ودي الأيام المخصصة لعلاج الإدمان بتكون يوم السبت والحد كمان مستشفى الحسين الجامعي أيام الثلاث والخميس طيب في محافظة سكندرية فيه مستشفى المعمورة للطب النفسي ودي جنب مستشفى الصدر وبيقدموا الخدمة على مدار الأسبوع مع عدى يوم الجمعة مع تخصيص يوم الأربع للمراهقين في محافظة برسعيد مستشفى برسعيد للصحة النفسية في منطقة الزهور ودي بتقدم العلاج أيام الحد والخميس محافظة الإسماعيلية المركز الوطني لعلاج الفيروسات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بيقدم العلاج أيام السبت والثلاثاء محافظة الشرقية مستشفى العزازي بقرية كفر العزازي مركز أبو حمد أيام العلاج هناك أيام الحد والأربع محافظة الغربية مستشفى طنطة للصحة النفسية شارع اسمه عبد الحي مشهور متفرع من شارع البحر أيام الاثنين والثلاثاء والخميس في مستشفى تانية برضو في محافظة الغربية مستشفى شبرقاس أو شبرقاس مركز السنطة يوم الثلاث محافظة الدقاهلية مستشفى المنصورة الجامعي داخل مستشفيات جامعة المنصورة بتقدم الخدمة أيام الحد والأربع محافظة المينيا مستشفى الصحة النفسية بمدينة المينيا الجديدة خلف جهاز المدينة بتقدم الخدمة للعايزين يتعالجوا أيام الحد والثلاثاء محافظة أسيوت مستشفى أسيوت للصحة النفسية في شارع الملك فيصل بجوار مدرية الصحة ومستشفى الصدري يعني مدرية الصحة ومستشفى الصدري مستشفى دي جنبه بتقدم الخدمات أيام السبت والاثنين والأربع محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية مجمع المستشفيات أيام الحد والأربع أظن يعني إحنا عملنا هو دورنا عملنا اللي علينا وده مش تفضل ولا حاجة ده دورنا وإحنا مسؤولين عن نشر الوعي ونشر المعلومات لكل حد عايز يتراجع وعايز يتعالج ولو أسرته عايز أتعالجه وهكذا لأنه فيه علاج ينفع العلاج ينفع بس ده مرتبط بوجود الخدمات أهي موجودة وزي ما قلت بالمجان ده بخلاف بقى لسه الحاجات الخاصة دي كتير جدا لكن أنا بقول لكم المستشفيات المجانية وبتعالج بسرية تامة وبتعالج بنفس بروتوكولات العلاج اللي موجودة في المستشفيات النفسية أنا مش عايز أقول أفضل يعني بس هما زي بعض تمام